لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة موقع أنا السلافي يقوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد بزيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة الظهر تقريبا إن شاء الله تعالى انتقر الدكتور عبدالغفار طاه عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور الاعتداءات المتكررة على الأطباء من قبل أمناء الشرطة مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في تجاوزات أفراده وقال عبدالغفار في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى مسؤول الدولة ووزارة الداخلية في الحديث الشريف إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فدعوا عنكم فكرة الأسياد والعبيد نظمت اللجنة الطبية لحزب النور بقنى ثلاث قوافل تحاليل للكشف المبكر عن الفيروسات الكابدية بي وسي إحداها بقرية المعري بقوس وتم خلالها إجراء التحاليل الطبية لأكثر من 70 حالة والثانية بقرية الدومة بناجع حمادي وتم خلالها إجراء التحاليل الطبية ل30 حالة وثالث قوافل النور الطبية بقنى كانت بقرية الظافرية بقفط وتم خلالها إجراء التحاليل لأكثر من 40 حالة بالإضافة لقياس الضغط والسكر للمواطنين خلال القافلة للإطمئنان على صحتهم أفرت وسائل إعلام إيرانية مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني أحدهما بردبة عقيد في معارك في سوريا كما ذكرت وسائل إعلام رسمية وأخرى شبه رسمية إيرانية ليرتفع عدد العسكريين الإيرانيين القتلى في سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 27 قال الدولة الإمارات العربية المتحدة إنها مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش قال البنك الدولي إن تكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا تراوحت بين 70 و 80 مليار دولار بينما بلغت عكاساتها على دول المنطقة نحو 35 مليار دولار مشيرا إلى أن مدينة حلب السورية هي الأكثر تضررا جراء الحرب من بين 6 مدن أخرى حيث بلغت نسبة التدمير فيها حوالي 40% لقي أكثر من 100 جندي وضابط من التحالف الذي تقوده السعودية مصرعهم وجرح 150 أخرون بسقوط صاروخ باليستي من نوع توشكة على معسكر ماس بدمحافظة مأرب في اليمن حسب مصادر عسكرية قصف الطائرات التحالف العربي معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة في جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء للمرة الثالثة أمس السبت وكانت الطائرات قد استهدفت الموقعين الجمعة ثلاث مرات أيضا أعلن ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي مقتل القائد طه أحسن الرجل الثالث بتنظيم الحوثي باليمن دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية هاشتاج جديدا تحت عنوان اختراق المواقع الإيرانية طلبوا من خلاله أبناء المملكة المتخصصين الهاكرز بالمشاركة في الحملة أفرت الشرطة الباكستانية أمس أنه تم فتح تحقيق في حق خمسة مسؤولين باكستانيين بينهم مستشار سابق لرئيس الوزراء نواز شريف بعد مقتل موظفين اثنين في تظاهرة عمالية اعتراضا على خسخصة شركة الطيران الوطنية قال الدكتور عماد الدين رادي وزير الصحة والسكان إن البعوضة التي تنقل فيروس زيكا موجودة في محافظتي المينيا وأسيوت مشددا على أن الوزارة تقوم بحملة قوية جدا للقضاء على هذه البعوضة في أماكنها عن طريق التب الوقائي بالوزارة أعلنت نقابة المحامين في بيان لها عن تشكيل لجنة قانونية من كبار أعضائها لتقديم الدعم القانوني في أزمة نقابة الأطباء تضامنا معها لمواجهة ما تعرض له أطباء مستشفى المطرية مؤكدة على دعمها الكامل لسيارة القانون في مواجهة كافة أشكال العدوان واستخدام سلطات الدولة لفرض رغبات شخصية لأصحابها قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن دخول الأسلحة داخل المستشفيات أصبح أمرا عاديا والاعتداء على الأطباء نتيجة عدم وجود رادع مشيرا إلى أن مستشفى المطرية مثال حي للاعتداء على الأطباء رغم وجود عقوبات رادعة بالقانون ضد المعتدين على الأطباء بداية من الحفص ستة أشهر حتى الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أكد مصدر النسؤول بمستشفى بنها أنه تم غلق قسم الاستقبال الخاص بقسم النساء والتوليد بالمستشفى بعد اعتداء صاحب معرض سيارات على ثلاثة من الأطباء بقسم النساء والتوليد بالمستشفى ودخول أحدهم العناية المركزة لخطورة حالته طالب مهندس وزارة الموارد المائية والرأي بتجميد عضوية الوزير الدكتور حسام المغازي من نقابة المهندسين وكشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن تقدمه بالاستقالة في حالة عدم قدراته على الحفاظ على حقوق المهندسين شيع الألاف من أهالي عزبة البرج ورأس البر جثمان السيد العفيفي أحد ضحايا المركب زينة البحرين المفقودة بالسودان من مسجر الجربي برأس البر وذلك بعد أن وصل جثمانه على أمتن طائرة قادمة من السودان بار العثور عليه مقيرا داخل فنوص صاري المركب عائما في البحر وهو ما فسره الصيادون بأنه كان رسالة لفرق البحث بأن باقي الصيادين ما زالوا أحيانا أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجمهورية لحماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصري من المنتجات متدنية الجودة مؤكدين ثقتهم في الدور الذي تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما يعود بالفائد على الاقتصاد القومي أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه إذا رخص للزوج بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل فإنه يحق للزوج الآخر أن يحصل على إجازة لمرافقته على ألا تتجاوز مدتها مدة بقاء الزوج بالخارج وذلك دون أدنى سلطة تقديرية من جهة الإدارة في عدم الموافقة ورفض منح الإجازة تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي المحاضرات من التاسعة وحتى الحادية عشر من سلسلة جامع العلوم والحكم فضيلة الشيخ أحمد فريد المحاضرات من الثالثة وحتى السادسة من سلسلة تفسير جزء عامة الشيخ سعيد السوح باب بياني أن الدين النصيحة من سلسلة كتاب الإيمان من مختصر السحيح مسلم الشيخ سعيد محمود الضمائر من سلسلة تيسير النحو الشيخ عبد المعطي عبد الغني تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي مصطلحات سياسية ميسرة أربعة كتبه علاء بكر تنويريون أم ظلاميون كتبه يونس مخيون انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر